في عالم الحيوان تعتبر صيد الأسود للجموس الكبير من أكثر اللحظات إثارة الأسود كونها صيادات مهيمنة تعتمد على العمل الجماعي لاستهداف فريستها لكن في بعض الأحيان تحدث مواقف غير متوقعة عندما تهاجم الأسود الجموس قد يبدو أن السيطرة في يدها لكن الجموس الكبير المعروف بقوته وشجاعته يمكن أن يقاوم بشجاعة إذا حدثت مواجهة غير متوقعة مثل تجمع الجموس في مجموعة أو ظهور حيوانات أخرى مثل الفيلة أو حتى البشر يمكن أن ينقلب الوضع رأسا على عقد في مثل هذه اللحظات تتجل الطبيعة بشكل مذهل الأسود قد تضطر إلى إعادة تقييم استراتيجيتها والجموس يستعرض قوته الجماعية هذه الديناميكية تجسد القوانين القاسية للبقاء في البرية حيث الصيد والفريسة هما جزء من دورة الحياة ترجمة نانسي قنقر